عنوان محاضرتنا لليوم حتى تعودي أنثى من المخاطب؟ المخاطب فقط المرأة المسترجلة يعني حتى منكون واضحين أنا مع مخاطب الآن جميع النساء امرأة معينة من نوع خاص وهي المسترجلة ليش عم نحكي هذا الموضوع الآن بالذات وشو أهميته يعني دائماً لما نحكي في عنا شيء اسمه لماذا هذا الموضوع الموضوع مهم جداً لأنه قبل أيام صدر صدر تقرير عن العنف ضد المرأة وهذا التقرير المفاجئ فيه هذا طبعاً في العالم العربي المفاجئ فيه أن 52% من المعنفات هن زوجات يعني شو السبب وليش هذا الأبر عم يكتر يعني كان صدف أنه كان صادر تقرير أنه 38% الآن النسبة مرعبة أنه صرنا 52% طيب هذا الكلام مرعب جداً طيب هاي مشكلة ما دوج المرأة بتقول بدي رجل يحميني طيب الآن الرجل نفسه صار مصدر رعب طيب من جانب آخر عم نتحدث صح عن المرأة المسترجلة لكن كمان في عنا الرجل الطنط وهذا يعني نبهني إلى هذا دكتور أحمد الله يزيل خير أنه ما بكفي تحكي عن المرأة المسترجلة بس كمان في رجل صار مو أنثى لأنه أد ما حاول الرجل يصير أنثى لن يكون في عذوبتها ورقتها ولطفها ما بيصير لحيساوي حاله نص رجل يلي نحن بنسميه الغي أو البوي أو الخنثة أو الطنط يلي لا هو رجل مكتمل للرجولة ولا هو أنثى حديثنا اليوم عن المرأة المسترجلة واللي نبه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر تماماً أن ثلاثة لا ينظروا إليهم يوم القيامة منهم المرأة المسترجلة أطافة إلى موضوع العنف عندنا نسبة تانية عم تعالى كتير يلي هي موضوع الطلاق الآن الطلاق كان سابقاً السبب الرئيس هو النفقة والمال الآن في عندنا مشكلة أنه عم ترتفع نسب الطلاق وأحياناً كتير في السنة أولى زواج السبب الرئيس أنه في شجار في عنف ما عدت صفية قضية أنه اختلفنا بالآراء والطباع صار في ضرب صار في إهانة صار في محاولات قتل طيب مرة تانية نقول عن البعض ولا نعم ما المطلوب اليوم؟ اليوم أن نتعرف على كيف تعود المرأة أنثى كي لا نعود إلى أو لا تزداد هذه النسبة سواء في العنف واثنين في حالات الطلاق طيب خلونا نرجع شوي نأصل لهذا الموضوع ودائماً الرائع أننا في هذا الدين العظيم عندنا أصول ثابتة ما هي الأنثى في القرآن الكريم؟ ما هي صفات الأنثى؟ اليوم بدي أقول له والله أخي شو يعني أنثى في القرآن الكريم؟ يعني شو الصفاتها؟ هل هي التي تلد؟ تحبل وتلد؟ طيب المخلوقات التانية كلهم موجود طيب شو صفاتها يعني في مجتمعاتنا؟ فقط الإنسان الجميلة اللي بتطوخ وبتنفخ وبتربي الأولاد؟ لا القرآن وضع كلمة رائعة جداً تجمع كل صفات الأنوثة زواجاً لتسكنوا إليها أيضاً قال وجعل منها زوجها ليسكن إليها إذن الزوجة هي محل السكن شو يعني السكن؟ الآن في كلام لطيف للدكتور جاسم المطوع يقول عندما يعبر القرآن عن المرأة أنها سكن السكن يحتوي على كل الغرف فالآن الغرفة الأولى هي غرفة المنامي غرفة المتعة طيب في عنا غرفة تاني غرفة الطعام في عنا غرفة الأولاد فهي مربية الأولاد في عنا غرفة الطيور فهي تعتني بضيوفه في عندنا غرفة المطالعة فهي تعينه على ثقافة والمطالعة وتربي الأولاد وتعلمهم إذن هناك غرف هائلة في هذا البيت المرأة تجمعها كلها في كلمة سكن الآن الرجل من طبيعته لاحظوا الآن يعني اللفظ ومقابله طيب عكس السكن هو العمل الكد اتباع عشرات المشاغل في الحياة يسكن الإنسان عندما يعود إلى المنزل متى ورد السكن أيضا ورد في القرآن الكريم عندما قال ربنا عز وجل وجعل الليل سكنا إذن بالنهار في عمل وفي ضوجة وفي ناس وفي عجأة وفي مشاكل وفي هموم لكن عندما يأتي الليل يسكن الإنسان لذلك شبه الله عز وجل المرأة بالسكن لأنه لتسكن إليها كل همومك يجب أن تنتهي عند المرأة كل مآسيك كل ما تعانيه طيلة النهار من التعب من الشقاء من معالجة الناس لذلك عندما نتحدث عن المرأة التي يعني أحيانا نطلع على ملفات الطلاق نجد أنه أول مشكلة بي لك أخي أنا جاي من البيت من الشارع وأنا أكابد وأعافث الناس جاي للبيت لأسكن لأرتاح وإز التفاجأ أن هناك في البيت رجل آخر شلون رجل آخر وهي هاي المشكلة يعني أنا يتزوج الإنسان تزوج مشان الأنثات يسكن إليها لكن إذا فات لأى في البيت رجال هذا الرجال الكلمة بيردله يهاب عشرة الكلمة بيحاكيه متل ما بيحاكيه كان من قبل شوي كان عم يحاكي زميله أو اللي متجادل معه أو متشاجر معه عم يسمع نفس الكلام في البيت بالشارع بالعمل الموظف زميله عم يقول له روح إلي عملوا الشي ما بيشوفك فات على البيت كمان سمع نفس الكلمة روح اندفيس على أولتي عصام فشرت طيب فشرت يعني معنات هاي كلمة ما بيقولها غير الرجال كيف عم يسمع هالكلمة في البيت؟ إذن الموجودة في البيت ليست أنثى هي صارت رجل طيب عم تكمل معنى القصة صار شعر القصير صار ضنطرون لدي مشأشاء صار أحيانا الطأم الرجالي للغرافي التصرفات كلها ذكوري الصوت صار عالي جدا طيب إذن أنا دخلت إلى البيت دخلت ووجدت رجلا طيب الشي طبيعي لما بتزعل أنا ورجل تحيانا يصل الأمر إلى الشجار إلى الضرب إلى كل ما يتعلق بشجار الرجال بعضهم مع بعض أين هذه الأنثى الرقيقة اللطيفة الناعمة؟ طيب هل هذه الذكورية عند المرأة يعني متعمدة لما دخيلة لا هي دخيلة على مجتمعاتها إلا في حالة واحدة الحالة البيولوجية يعني هناك نساء الهرمونات الذكورية عندها عالي جدا صوتها خشن أحيانا عندها شعر زائد أحيانا عندها قوة مفرطة صوت أجش في هذا يعني من ترتيب الله هذا له علاجات خاصة نحن الآن لا نتحدث عن هؤلاء 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 لهم ظرف خاص لكن الآن يلي عم نحكي عنه عم نحكي على المرأة يلي تتعمد أو بدون أن تدري هي تدخل في مرحلة المرأة المسترجلة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام طيب حتى تكون واضح جدا هل المطلوب المرأة أن تتحول إلى هذا الكائن الضعيف يعني المستكين الذي يقوله نعم دائما عيونه في الأرض ومنخفضة لحتى بصت الأمر وهذا اللي جاي يحكي فيه اليوم مطلوب ممكن أن تكوني اخترجال عند غير زوجك هذا باختصار شديد يعني اللي أنا بدي لخص اليوم كل اللقاء كوني أنثى مع زوجك وكوني اخترجال مع كل الناس خارج زوجك يعني أنت خارج غرفة النوم وخارج الجلسة الخاصة مع زوجك وخارج الاتصال الهاتفي يعني ثلاثة أماكن بدك تكون فيها أنثى تامة مع هذا الزوج لما بتكونوا قاعدين جلسة خاصة في البيت لما يكونوا بغرفة النوم ولما بتحكي معه عن الهاتف هذه المواطن الثلاثة كوني فيها أنثى شو يعني؟ يعني أرهي الاستكاني أرهي الضعف أرهي الحاجة الحاجة إليه الرجل ما ممكن يدافع عن المرأة ما ممكن يدفع الغالي والنفيس إلا ذا شعر المرأة أمامه امرأة تشعره أنه هو الأقوى هو الحامي هو الذي يعطي هو الذي يعزز القيمة لها هو الذي يجعل منها أنثى متكاملة فإذا ما شعر بهذا الموضوع يبحث عن امرأة ثانية تقدر رجولته فهذه المرأة المطلوب منها بها ثلاث مواطن ليش عم نحكي هذا الكلام؟ بعض الناس عندهم يا أسود يا أبيض يا صفر يا مية إما أن تكون المرأة أنثى يعني دائما أمام زوجها وأمام غيرها فيطمع الذي في قلبه مرض وإما أن تكون مسترجلة حتى على زوجها طيب هذه مشكلة كبيرة المطلوب أن تكون المرأة رجلة يعني في فرق بين المسترجلة وبين الرجلة كان يقال عن السيدة عائشة أنها رجلة بمعنى أنها عندما كانت تتحدث مع الناس لا تتحدث بخضوع القول الذي هو عند الأنثى لاحظوا القرآن الكريم ماذا قال؟ فلا يخضعن بالقول عن نساء النبي فيطمع الذي في قلبه مرض إذن مسموح أن تتحدث مع الرجال لكن بدون خضوع بالقول بدون مياع بالقول بدون ألو أيوة طيب أنت الآن موظفي وعم تتعاملي ألو نعم هنا شركة كذا هنا مؤسسة كذا هذه الميوعة هذا الخضوع في القول القرآن حرمه لأنه سيطمع الذي في قلبه مرض ويسمع كلمة حلوة يسمع مداعبة يسمع مديع وهذا يفتح خطوط كلام يصل فيما بعد إلى ما لا تحمد عقباه وللأسف اليوم كثير من الشركات للأسف يستخدمون الأنثى لهذا الغرض فيضعون المرأة الفتاة الجميلة المرأة التي تميع في كلامها في عباراتها في ألفاظها لكي تستجلب هؤلاء الرجال والرجل بالنهاية يعني لحم دم ربما يتأثر بكلمة ربما يغض الطرفة طرفة أحياناً لا يغض الطرفة أحياناً طيب لذلك القرآن نزل يعني القرآن لم يحرم شيء إلا لأنه موجود يعني القرآن ما بيحرم الزنا لأنه محتمل يصير حرم الخمر لأنه محتمل يصير طب حرم الخضوع بالقول لأنه بعض النساء تفعل ذلك وأن هناك من الرجال من سيستجيب له هذه الميوعة في الصوت لذلك الآن المرأة مطلوب منها أن تتحدث كما يتحدث الرجل ليس بخشونة الرجل لكن تتحدث بشكل جدي يعني أذكر تماماً عن الدكتور صبح الصالح رحمه الله مما يؤثر عنه كان يدرس بعض أحكام الزواج وكان في الجامعة وكان هناك طلاب وطالبات الرائع عندما يصفون محاضرته قالوا كان يتحدث عن العلاقة الشخصية الحلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة من الأحكام الشرعية قال بحيث أنه لا يضطر فتاة لأن يحمر وجهها خجلاً معنى تأديش عميحكي برقي ولا أن يهمس شاب لشاب بهمسة أو كلمة معنى تأديش عميحكي بكلام فيه منتهى الرقي منتهى اللطف إذن نريد من المرأة المطلوب من المرأة أن تكون أنثى مع هذا الزوج ليش عميحكي بهذا الكلام مرة ثانية وثالثة ورابعة هذا الرجل هو تزوج أنثى يعني أنا ما تزوجت رجال هذا الشاب يعني عم يستنى عمس كم سنوات عشر سنوات لجمع المهر لساوى البيت هو يحلم بهذه الأنثى التي يصل إليها هو يعني مثل ما منقول نحن في جزء وحشي وجزء أنسي هي جزء الأنسي إذا كان هذا الجزء الأنسي غير موجود اثنين جزء وحشي طب كيف تستقيم الحياة هو يريد ممرأة ينام على صدرها النبي عليه الصلاة والسلام مات على بين صدر ونحر عائشة رضوان الله عليها وصلى الله على رسول الله إذن هذه المرأة هي السكن هي اللطف هي التي عندما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الغار قال دثريني يا خديجة إذن لو لم تكن هذا الحضن الكبير الوافي مو قالت له والله شو جاي تساوينا شو عم ترعبنا هلا شو دخلني فيك هلأ أنا بدي أحمل همك وهم عيلتك وهم الناس بالعكس كانت نعمة المؤانسة نعمة المواسية للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال وستني حين تركني الناس إذن هذه مهمة المرأة اليوم للأسف من باب عددوا التقليد اليوم عنا بوعد كبير جدا هو التقليد اليوم عم نشوف نتابع المسلسلات وعننا مشكلة كبيرة في موضوع الإعلام والمسلسلات والبرامج أنه نحن عم نجيب أفلام ومسلسلات من خارج ثقافتنا الآن ما لح أقيم أنا البرامج جيدة وغير الجيدة لكن الآن في قضية أنه لم ينكتب السيناريو تبع أي مسلسل وأنا دكتوراه في الإعلام لما بنكتب السيناريو لازم يكون طالع من البيئة اللي طالع منها يعني لن بده يطلع بيئة مسلسل سورية بده يطلع من بيئة سورية مسلسل أردنية من بيئة أردنية لا يصلح أن تسقطي بيئة على بيئة تاني فما بالك الآن البيئة الغربية اللي لا تمت لنا بسلة لا بتصرفاتهم ولا بعاداتهم بتلاقي الفيلم كل ياته البنت ماشي هي واحدة وبالغابة أو عايشين لحالهم صلوا سنوات طب هذا مو موجود بمجتمعاتنا المرأة عم تتنقل من عمل لعمل وما في مين يساعدها بكلمة بتلاقي عم تتعرض لإهانات عم تتعرض لتحرش لمحاولات قتل لإساءة ما في مين عم يساعدها ما في ترفع السماعة تتصل بأخ يعني تابعوا الآن مسلسلات يندر تلاقي واحدة عم تستعين بأخوه أخوه مو موجود كأنه في الحياة وهو إخته ما في والله أنا تارك زوجتي ورايح ساعد إختي يندر تلاقي هيك أو والله أمي وين أمه ما بتلاقي أمه بكل المسلسل أمه وأبوه هذا بتلاقيه منسي فلذلك الإشكالية الكبيرة عم يصير فيه تقليد أنه هاي المرأة ليك صارت هي ما شاء الله سياسية صارت فنانة صارت مبدعة صارت طيب نحن ما عمل لك ما تصيري شيء صيري يلي بدك ياه لكن في البيت أنت أنثى يلي عم يصعب على على المرأة أنه أنا بالعمل جدية مشان يعني يحمي حالي من المراجعين من المنظفين من الزباين طيب وبدي أرجع على البيت شلوم بدي يعكس التيار شلوم بدي أبلي بارد حامي يعني بالمكيف بده وقت اللي يصير بارد حامي شلوم بده تقلب شلوم بده تحكي إذا كانت هي مديرة تصرخ وتعيد بعد خمس ساعة تسكر شو بدك حبيبي شو بدك تقبرني شو بدك تقبشني شو بدك تطلع على أبريك ما بتحسن تحكيون شو بده يضبطوا هدول الحكيات مع هدول الحكيات فلذلك هون إشكالية لازم نعرف تماماً أنه المهمة الرئيسية لهذه المرأة أن تكون نعمة زوجة وما نجي بعدين نشتكي إنه والله ده الرجل صار عينه لبرا طيب أنت معلش خلينا نحكي بوضوح الرجل عم يطلع عينه لبرا لمين؟ لأنثة كاملة عم يدور على أنثة كاملة ما عم يدور على نفس النموذج هو عم يدور على أنثة طب بعد فترة هاي كمان استرجلت صار البنطرون صار الشعر الأصير صار التعامل مع الرجال صار خشونة التصرفات أنت شو إيديك مكسورة طب أنا الآن الموضة كلها ما بتصير رجل حتى تغسل وتنظف وتساوي هاي تماماً رجولة طيب شو يعني؟ يعني أنت صرت نصف مرأة وهي صارت نصف رجل لأنه هي طعم تطلع تشتغل طب بالله أنا عيشة هاي طب عم يجد الفرص الثانية في الليالي الحمراء وفي الحرام الذي لا يرضاه الله عز وجل إذن بدك تعودي أنثى أيتها المرأة المسترجلة الآن المرأة اللطيفة العذبة اللي تملي على الرجل قلبه وعقله وفكره هاي معفية من هذا اللقاء كلياً لكن عم تحدث على هدوه واحدة من المؤشرات إذا حابين التابعه والآن يلي يلي عايش يعني من جينة من أربعين سنة كان فيه كتير من القصائد عن المرأة والتغزل بالمرأة وأنوثتها وعذوبتها وكلامه ويمكن إذا معنا الدكتور أحمد طقش هو شاعرنا يعني فبيعرف قديش حجمش قصائد الشعرية اللي كانت موجودة للأنثى اليوم كم قصيدة شعرية بطل الشعر على مي بده يتغزل على المرأة اللي تناطح اللي يعني تجابه الرجال التي يرتفع صوتها مثل الرجال طب هاي كيف بده يتغزل يعني كم زوج الآن عم يتبق قصيدة بزوجته معتعد هذه الأنثى التي كان يحلم بها كل شاب لذلك اليوم نحتاج إلى أن نعود الرجل يعود رجل حقيقي والمرأة تعود أنثى حقيقية تريه من الضعف تريه من الاستكان تريه من عذوبة الكلام بين يدي نص يعني أنا والله ذهلت عندما قرأت هذا النص عن سيدنا عمر بن الخطاب هذا النص رواء الطبري بإسناد صحيح عن أبي عزرة الدؤلي كان في خلافة عمر قال لمرأته هذا الصحابي قال لمرأته أنشدك الله دققوا في هذه العبارة هل تبغضينني؟ أنت تكرهين شيء؟ سكتت قال أنشدك الله بداية تحكي السدن؟ قالت اللهم نعم دققوا الآن في الوصف في علاج سيدنا عمر فانطلق وقال لسيدنا عمر أنه أنا زوجتي تبغضون فنادى لسيدنا عمر قال أنت التي تحدثين زوجك بأنك تبغضينه قالت قال لي أنشدك الله أأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال اكذبي قال اكذبي فإن كانت إحدى كنة لا تحب زوجها فلا تحدثه بذلك فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب هذا أقل البيوت لكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان شو يعني؟ ومعروف نحن عند الفقاء الكذب حرام إلا في ثلاثة مواضع منها الرجل مع زوجته يعني شعراء كلياتهم لو بدون يتحاسبوا على كثباتهم كلهم الآن في جهنم لما بيقول لوحده لزوجته أنت والله أجمل نساء الدنيا يا أبوين أجمل نساء الدنيا؟ على قولة نزار قباني الأجمل هي التي لم تراها بعد والله أنت أحلى من القمر طيب يعني شوها المقارنة؟ لكن هذا من الكلام اللطيف المطلوب حتى في الإصلاح ليش يجوز الكذب في الإصلاح؟ الناس بده مشاعر الناس من لحمه دم بدك تحكيه بدك تشجعه بدك تحكيه لها بعواطفة طيب الرجل كمان بالطرف الآخر هذا الذي يجعله من المرأة أنثى أنت مالي علي حياتي أنت ساعاتي أنت هنائي طيب بجوز من جواتها موها الدرجة موها المبالغة طيب بس أنت شلون بدك أنت هذا الرجل يطلع يشتغل 14 ساعة والآن بها المآسي وبها المعاناة عم يموت ليجيب لئمة الخبز أو يجيب الغاز أو يجيب أي شيء طيب كمان يرجع على البيت لك ما في كلمة مديح؟ ما في إشعار برجولته؟ ما في إشعار بأداؤه؟ ما في ليلة جميلة يقضيها لحتى ينسى هذا الهم؟ هي تضن عليه بذلك أنه والله أنا كمان مهموم الآن قصة المجادلة كلية اتنا نعرفها شو سبب قصة المجادلة؟ انتبهوا يا حبائبنا يا أخواتنا القرآن ما أتى بشيء عبر المرأة المجادلة خولة بنت ثعلبة أتاها زوجها قبل الصلاة قبل أن تتقف في الصلاة هو راجع جاي من الطريق واشتهى زوجته كما يشتهي كل رجل زوجته وهذا المباح أبت أنا لا أريد صلي هلا طب هذا رسالة يعني أنت انتبهي عملي مقارنات النبي عيسى صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تطيع زوجته ولو كانت على قطب ولو كانت على تنور والحديث في صحيح مسلم كلنا قرأه أو يعرفه عندما رأى النبي عيسى صلى الله عليه وسلم امرأة فترك أصحابه وأتى زوجته وأجمل نسائه زينب فأتاها كما تؤتى النساء ثم عاد إلى أصحابه ورأسه يقطر من الغسل قال إن المرأة تدبر في صورة شيطان وتأتي في صورة شيطان أي المرأة المتبرجة فإن وجد أحدكم من نفسه شيئا فليأتي أهله إذن النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول لك حل هذه الشهوة عند الرجل أن تأتي إلى الزوجة لكن إذا الزوجة أتاها وقالت له والله أنا هلأ مالي فاضي طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى زوجته زينب وراجعوا الحديث في صحيح مسلم أتاها وقد كانت تم عسو منيئة لها كانت عم تشغل بدباخة الجلود يعني ريحة الصبغة شو ريحتها يعني كانت عم تشغل بالأشيب والأبوات يعني هاي فاضية تتحرك هلا أو كان مثل أول بالبابور كانت تشوت المآدم يعني مالي فاضي نهائيا عم تغسل عم تكوي مع ذلك تركي من إيدك لأنه هذا الزوج أتى لا يريده الحرام يريدك في الحلال فلما لم تستجب لهو انتظر حتى تصلي كمان بعد الصلاة فغضب هو قال لا أنت عليك ظهري أمي بعد الصلاة حاولي راضية قالت له لا خلص أنت طلقتني يا بنت الحلال غيري بدلي حتى أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحادثة الشهيرة إذن سبب الحادثة هذا الموضوع سبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي يا أيها النبي لما تحرب ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك شو سبب النزول أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى ماريا القبطية أم إبراهيم على فراش حفصة يعني النبي هدول كلهم بيوته كلهم حجراته حجرة حفصة فأتت ماريا أم إبراهيم فزوجته فأتاها فعلمت حفصة أو دخلت حفصة فحتى يعني يرضيها على نفسه ماريا فالله عز وجل لم يرضى له ذلك هيا زوجتك هيا حلالك لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجه والقصة معروفة وشهيرة إذن يجب أن تدرك المرأة أن هناك احتياج لهذا الرجل وهذا الاحتياج دائم لذلك يعني حتى نكون واضحين أنت يسألي نفسك خاصة البنات اللي هلأ مقبلين على الزواج أنت بدك تزوج ليش وشو بدك تقدمي مقابل الزواج يعني لما بيجي العريس فورا شو معاك وين السكن وين الحفلة شو بدك تعمل ملبوس بدان شو الدهبات طيب تمام على عيني ورأس طب أنت بالمقابل شو بدك تعطي والله يا جماعة أنا كنت في دورة عن دورة عن الزواج بعنوان ومضات للمقبلين على الزواج في الذكور وفي الإناث سألنا الشباب أنه أنت شو مجهز حالك إذا كان ذك زوجت والله أنا عم حاول استأجر بيت أو اشتري بيت وسكن والآن صرت مجمع يعني رواتب أربع سنين خمس سنين بشأن حطهم كلهم للعرس وللحفلة وللكل شيء طيب سألنا الفتيات إذا سمحتوا بدون صوت كتبونا كتابة ما الذي ستقدمينه لهذا الزوج كتبونا أربع خمس شغلات وبدون أسماء وعطونا لورا يعني واحدة أو تنتين اللي كتبوا ما عندهم شيء أنا ما بدي قدم له شيء أنا بس بدي أخذ أنا بس بدي يدللني أنا بس تعطيني أنا بس الحفلة أنا بس كذا طيب وهذا الثاني هذا هو فايت بأحلام كبيرة جدا أنه وين أنا لحصير الآن يعني السلطان والفارس الأحلام وهي لح تنتظرني وتحت عش العصفورة تغني له كل يوم وتساوي له وإذ يفاجأ أنه هو الآن أمام امرأة بس هات بس عطيني طيب يعني بدنا الطرف الثاني شو المقابل والله على فضاتي على مرائي يعني إيه تبلائي حالي يعني الوقت مناسب هذا مو مقته كبرنا بعدين وخاصة إذا تقدم العمر بتصير شغلة أصعب وأصعب في شغلة قضية خطيرة جدا بيقولوا علماء النفس أنه بعض النساء في عندهم شيء اسمه استعادة الحكم شو يعني استعادة الحكم يعني المرأة في بداية حياتها عايشت بكنف أبوها عملي وساوي أخوها بيلا عملي وساوي بتكبر شوي بتزوج كمان الزوج عملي وساوي طيب بعدين توصل لمرحلة بدي تستعيد الحكم شلون بدي تستعيد الحكم بتبلش بتمارس دور نصف رجل بعدين رجل بعدين بتخلي الرجل على جنب بس يكبر ولادة أو بيصير عندها مال بيصير عندها إرت بتشتغل بعمل ما وبصير عندها أموال خلاص الرجل معت معت له داعي مثل باقي المخلوقات الرجل المخلوقات التاني الذكر يلقح وينتهي دوره فبتلاقي لما كبر الرجل صار على الهامش وراء الباب على الكرسي لا يستشار لا يستأمر لأنه ما عد فيه منه فائدة فضاع الحب ضاعت النوثة اللي يعني الشخص زرته قبل قليل في إحدى المدن عمره 72 سنين قاعدين نحنا عم نحكي في نقاش يعني رجل بحاثة وعالم وكذا وايستدخل بنت صغيرة عمره سنتين هاي حادثة حقيقية الآن عم بحكي لكم حتى تعرفوا شو الكارثة اللي بتساوي المرأة المسترجلة المرأة اللي بتحكي كلام دفش المرأة اللي بتتحدى بتصير بتحط راسها براس الرجل الآن هذا الرجل صدقا قاعدين نحنا قام إجت بنت يعني تمشي وطقع يعني عمره سنتين مسك أهلين بابا وصار يلاعب أنا طلعت في قلت له يعني سيدنا شلون بنتك يعني بنت ابنك هاي قال لا لا بنتي قلت له شلون بنتك البركة عنده ستة من الذكور وثلاث إنات أولاد ويعني وآخر واحد يعني أول واحد تعرفت عليه كان دكتور فتصوروا قديش يعني الأولاد عنده قلت له شلون هاي قال لي والله السبب محمد ليه قال لي والله كلمة يعني الرجل لساعة هو في يعني يريد كلمة يصير كبرنا إلا بروح بتجوز عليك يقول لي ما حدا بيتطلع فيك لسه بفكر حالك شاب لسه بفكر حالك قال لا والله بتجوز عليك والله بتجوز عليك بعدين يعني كان في مجلس حكى أبدان بجنب قال له واحد قال له أنا أعطيك بنتي غير بدل هو عمره 72 وهي عمره 28 سنة وتزوجها وأتت ببنت فالآن السبب أنه هاي المرة اللي الكلمة عم تردله ياها بعشرة طيب أنا متجوز رفيقي لحتى الكلمة بعشرة وين النعومة وين اللطف وين الوصية تبعهم إياس أنه إذا هو غضب أنت بترضي إذا هو شد أنت بترخي إذا هو زعلان أنت بتفرحي وين هذا التعامل طيب شو السبب السبب كما قلت أنت لما تزوج خاصة أخواتنا الفتيات اللي هلأ مقبلين على الزواج حددي أنت ليش بدك تتزوج وشو بدك تعطي لما بدك تتزوج عم تطل بي تطل بي إنت شو بدك تعطي هل أنت عم تتزوج بس بشان موضوع الأمان لا إذا خليك إذا عند أبوك يعني أو خلي أبوك ابني أخوك يحميك إذا بس الأمان إذا مشان التمظهر والله أنا تزوجت وفلان إذا مشان المجاكرة ومكايدة كل الناس البنات عم يتقاتلوا على هذا الشب بس أنا أقنعت وأخدته في مليون سبب إذا مشان المال إذا مشان أهرب والله منشغل البيت في بنت والله ليش تزوجتي والله مشان أخلص بس بس أخلص من الجلي والكنس والتعزيل عند ثلاث إخوات شباب وهي البنت الوحيدة وعم يشغلوها كلياته بس بد تخلص بس تنتقل لبيت يعني تعزل وتكنس لرجل واحد بدل عشر عشر رجال فبد تخلص طب الآن إذا مو حقيقة الزواج رايحة لتسعدي الرجل سكن له لتسكن إليها لتكون سكن له لهذا الرجل إذا أنت بدك تقدمي هو عم يعطيك روحه عم يعطيك حياته عم يعطيك عمره عم يعطيك شبابه وخاصة اليوم يعني إذا فيه امرأة بهذه النوعية يعني موضوع التعدد لم يعد سهلا مع هالظروف القاسية لكن لما يجبر ويصير بين الحلال والحرام الشريف الشريف عم يروح يتزوج مرة ثانية التقي النقي العفيف اللي قادر على تحمل المسئولية هذا عم يتزوج جواب جميل جدا انتو تخيلوا لو التعدد مسموح ل النساء انو هي يتعدد الرجال معلش حقيقة صادمة كانوا الرجال كل ياتهم يتجمعو على بس الحلوين والباقي ما عند حدا تزوجهم يعني مو منصالح المرأة ان يكون هناك تشريع ان يتعدد عليها الرجال بتصير الحلوة بياخدوها خمسين واحد نئة واحد طيب والباقي الأقل جمالا مين بياخدها لذلك يعني الشارع الحكيم عندما يعني جعل التعدد الرجل لم يجعله للمرأة لمصلحة المرأة لأنه في حروب لح الرجال يروحوا أكتر مين بياخد هدول النساء والمشكلة الدائمة خاصة هيك لقطة سريعة في موضوع التعدد المين اللي بتناقش الموضوع التعدد الأولى أما لما بتكون التانية ما عدت بتفتح سيري ما عدت بتشوفيها لا بمؤتمر ولا بتعليق ولا فيسبوك ولا بندوة ولا بحوار ليه غيرت نظرتها أنا التاني معلي شي بس ما لازم ياخد التالتي ما لازم ياخد الرابعة يعني خلل لذلك مرة كنت في مؤتمر يعني وطرح هذا اللقاء فصعدت المنصة وقلت لهم أرجوكم موضوع التعدد هذا موضوع أنثوي خاص نحن ما نعلاق رجال نحن كرجال نطلب بدل المرأة 2 3 4 لكن انت تقنعوا النساء انه ما يقبلوا يعني نحن عم نطلب انت تقنعوا ما يقبلوا ليش عم تقنعوا رجال ما يطلبوا الرجل يريد نطلب عندهم 100 قصة اليوم في عرف الزواج الرجل يحتاج كل يوم إلى ما يشبع رغبته طيب المرأة لا تستطيع أن تقدم هذا سواء في الشهر سواء في موضوع النفاس في الولادة في كبر السن يعني إحصائية صغيرة مرة كنت مع الفقيهات التي في إحدى الدول العربية هي من أيدت موضوع تحريم التعدد قلت لها أختي الكريمة يعني أنت ما بعرف يعني تخال في الفطرة تخال في الشريعة قال لي قلت لها أختي العمر التقديري للرجل في الرغبة وفي الأداء الجنسي ستين سنة يعني من عمر 15 لعمر 75 ستين سنة هو جاهز يوميا طيب بينما المرأة بالألم والورقة إذا من عمر 15 في عندها تلت عمرها تقضيه بما فرض الله على بناتي آدم طيب بعدين في عندها كمان ربع بين حبل ولادة ونفاس والسنة كاملة أثناء الحبل ما فيها الرغبة بعدين في نفاس أربعين يوم بعدين والله اليوم مالإفاضي اليوم تعباني اليوم رأسي واجعني اليوم رايح على بيت أهلي اليوم حرداني اليوم مع الولاد طيب وبعدين يعني يقينا يقينا من الستين عم يسحله 15 سنة طيب إذن لما منقول أربعة مع من غالي وعم نقول الأربعة لحتى ما ينقلك الأمراض أنا عضو بالبرنامج الإنمائي لمكافحة الإيدز والمخدرات واحدة من الأسباب نقل الإيدز هو عبر الزوج عبر الزوج فتنة لأحد البلاد 80% من المصابات بالإيدز بين الزوج لي لأنه يعدد العلاقات خارج إطار العلاقة الشرعية فينقل لها مرض الإيدز المرأة للأسف بعض النساء بعض النساء أنه أنا الآن أنا ما بدي فكر غير هلأ لا تقل لي الله ولا تقل لي محمد لا تقل لي حلال ولا تقل لي حرام أنا ما بجوز علي بس ليه لسببين أولا راح المال راح من عندي صار لغيري اثنين النسوان بدون يحكوا علي أنه أنا ما لي امرأة مكتملة للأسف أنا ما لي يعبي عيني بس هدول بس هدول طيب ومع وضوع أنه بدأ يفوت بالحرام هو ستة جهنم موجودة يعني هلأ المهم أنا عايشة لا كنا مرة مع مجموعة كان في بعض الأرامل فعم يحكوا يدر شو فقال له على شو كنتوا عم تضحكوا قال والله عم نضحك أنه الحمد لله يلي ماتوا أزواجنا وما تزوجوا علينا أنا تظنيت أنه لا هيقولوا يعني ماتوا أزواجنا وهم يعني صالحين طائعين علمون القرآن طعمون الحلال لا الحمد لله يلي ماتوا وما تزوجوا علينا إذن ملاحظين أديش في فرق هائل بين ما يفكر به الرجل وما تفكر به الإنسان وهذا اللي أردت اليوم أنا أحاول وصلكم صوت الرجل لعل لعل ننقذ ننقذ إمرأة من الضرب من الإهانة من الإساءة مع عدم تبرير أي شيء يعني هذا ليس رجل الذي تمتد يده على على إمرأة والنبي قال ليسوا بخياركم هؤلاء الذين كانوا يضربون النساء يقول ليسوا بخياركم لكن الآن نحن عم نحكي واقع لما يستفز الرجل عم يوصل لمرحلة الضرب واثنين موضوع الطلاق لأنه هو يحتاج إلى أنثى فأي أيتها المرأة المسترجلة عودي إلى أنثاكي دليلي أنثاكي كما تقول الأستاذي أسماء سويد عندها يعني سلسلة محاضرات دليلي أنثاكي طيب هذا نحتاجه اليوم أن تعودي أنثى طيب مرة تانية أذكر هل يعني أنثى في كل مكان لا حددنا ثلاث مواطن على الهاتف مع الزوج داخل غرفة النوم داخل البيت في الجلسات الخاصة قدام الأولاد لا ما بدي هكي تصير أنثى وبيدون ميوعا حتى ما نعلم الأولاد وتنزل صورة الأم الطاهرة العفيفة أمام أولادها هذه المواطن الثلاثة بس كوني فيهم أنثى أما خارج بالعمل ما إحنا كنا والله مع المدير نحن بالميوعا بخضوع القول على الهاتف والله أنا لأنه أنثى بدي ورجي أن أنثى تذكروا قبل فترة واحدة طلعتك بفيديو ومن يعني العالمات الفقهات لكن كان في كلام الشيء من الميوعا كم محتج الناس وكم محتج من حولها مهد مكان الميوعا خلي مكان الميوعا في في البيت في غرفة النوم سيسعد الرجل أما والله أمام الرجال فكوني رجلة كما قلت سيدة عائشة كان يقال عنها رجلة لأن السيدة عائشة قرأ عليها 2300 صحابي علمت 2300 صحابي الحديث الشريف كانت تدرس أم الدرداء الصغرى كانت تدرس في المسجد الأموي وكان يحضر درسها عبد الملك بن مروان عشرات الصحابيات يعني أذكر لكم فقط كنمازج عن صحابيات كانوا من البطلات يعني عندما تسمعي عن أم حكيم المخزومية أم حكيم المخزومية لما صار يوم فتح مكة وزوجة فر لليمن بعدين صار في معركة فقاتلت مع المسلمين بدأت قاتل مع طوسيف أخذت العمود تبع الخينة فقتلت 12 رجلا من المشركين بالعمود بالعمود هذه أمرأة هذه الرجولة الآن مطلوبة نسيبة بنت كعب كانت كانت في حرب اليمامة قاتلت عشرات الناس وجرحت 12 رجلا سلمة بنت حفصة التي تزوجت سعد بن وقاس سعد كان مشهور غيرته الشديدة لكن لما أصيب قالت له يا سعد أغيرة وجبنا يعني تغير لكن جبان مستحيل فخرجت فقاتلت ولها موقف يعني يشهد لها تاريخ أنها فكت من الأسر أبو محجن الثقفي لأنه كان مقاتل الشرس لكن كان عليه حكم فذهبت فحلت وثاقه وقالت اذهب فقاتل فقاتل قتالا شديدا دفاعا عن الإسلام والمسلمين أم كرز التي أتت إلى سيدنا عمر وكانت قوية طالبت بعطائها من سيدنا عمر والحادث المشهورة تبع سيدنا عمر عندما كان على المنبر وقال وأراد أن يعني يجعل مهرا محدة للنساء فقالت ليس لك ذلك يا ابن الخطاب الله عز وجل ما حدد المهور إذن نريد المرأة الرجلة وليس المسترجلة التي تباهي الرجال في حنكتها في قوتها اليوم نعرف المرأة الحديدية التي كانت معروفة عنها الماركت تاتشر المرأة الحديدية طيب معنى إذا عشر سنة هي تقود بريطانيا وهو عشرات لكن ما سمعنا عنها يعني تلف في علاقتها الزوجية مع زوجها إذن المرأة مطلوب منها أن تكون في ثلاث مواضع أختم بهذا في غرفة النوم في البيت في الجلسات الخاصة على الهاتف مع زوجها كل كلام جميل كل عبارة جميلة أن تكون رجلا رجلا عند وفاة الزوج هون بدأت تكون رجال ما يفكروا ضعيفة والله وياكلوا مال زوجها ويلحقوا ويأخوات الزوج يأخذوا المال وحكينا مرة عن أرملة متميزة متميزة لازم تكون عارفة صنعتك عارفة أموال زوجك عارفة شيء عن الحسابات عند الغرباء فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض زوجك إن شاء الله الحمو يلي هو أخو الزوج قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت وينه أخي أهلين وسهلين سلفي تفضل هاي الميوع مرفوضة فلا يخضعن بالقول يدخل رجل الزوج موجود هذا كارثة اتصال هاتفي عم بحكي مع البقال مع اللحام لقيت فيه شوية ميوع خلص انتهى الكلام في العمل بده يكون فيه جدية مطلقة اليوم للأسف بره يعني بعض الأخوات قلت لهم أرجوكي عام لزوجك كمديرك زعلوا شلون يعني المدير قلت لك إنتي بالبيت زوجك قومي فطرين الصبح لا قومي عملي يساوي لا يعني قليكي نعم شوي غيري ملابسك صرحي شعراتك لا لكن لما بتروح على العمل من الساعة الستة وهي عم تركب الباصات من المكان لتصل على الدواء وكل احترام وكل تقدير للمدير مشان بضع ليرات أو بضع دولارات تاخدهم بآخر الشهر ساوي ساوي حاضر روحي تاكل خمسين بهدلي وهي حاضر أمرك حاضر زوجة إذا بيحاكيها ربع كلمة تعرفو قصة الحلقة اللي عملها ياسر العظمي الوقت حاول انه يحكي كلمتين ما عمرته بس بدي إلا بعض الأشياء الصغيرة جنت وتركت البيت بينما من المدير بتقبل من صاحب العمل بتقبل بمؤسسة بشركة إذن المطلوب أن تكون المرأة عندها جرأة عندها جدية عندها قوة عندها حزم عندها حسم خاصة لأن صارة موضع قيادي لكن أن تعود أنثى إلى بيت زوجها إذن خلاصة الأمر حتى تعود أنثى أمام زوجك سينتهي العنف بإذن الله عز وجل وستقل نصب الطلاق سائلا لله عز وجل أن تكون هذا اللقاء ماتعا نافعا لكل امرأة وخاصة المقبلات على الزواج أرجوكم أعيدوا الاستماع لهذه الحلقة مرات ومرات وخاصة للمقبلات على الزواج كما قلت أرجوكم أعيدوا الاستماع لهذه الحلقة مرات ومرات وخاصة للمقبلات على الزواج كما قلت لعل الله عز وجل أن يحمي بناتنا وأعراضنا